وعلى هامش مشاركته بقمة محيط واحد أكد الرئيس السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات وخلال لقاء مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون أكد الرئيس السيسي أهمية تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية واستعرض الجانبين سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة قمة المناخ وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أعرب ماكرون عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة كما شهد اللقاء توافقا حول تضافر الجهود لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد إلى ذلك شدد ماكرون على التزام الإدارات الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطلف في المنطقة بأسرها